موضوع متاع سيلباجي قايد السلسي هذا موضوع آخر هي في إطار أني أنا كنت يعني في إطار خدمتي كانت عندي شبكة متاع المخبرين وصلت لي معلومات أن فما ناس تتخابر تتخابر من يعني هما موجودين في بلاد أجنبي يتخابروا على أساس أنه يحبوا يعملوا بلبلة بل لذي أربعة تجانب في 2018 يحبوا يعملوا بلبلة في البلاد وتحركات همجية ضد الدولة ومن المعلومات اللي وصلت لي أنه تقول اللي كانوا يلزموا الباجي يقاسمشي ما يفوتش 2018 يلزموا يموت يتنحم الحكم بش هما يعني الانقلاب على الدولة خذيت معلومات كأي أمني واجبي ومشيت قدمت من القضاء وتم سماعي قضاء أين وتم سماعي في في الجرجاني في فرقة أو في وحدة مكافحة الرهاد وعطيت معناها المعلومات اللي عندي وهما تعاهدوا بالموضوع أنا قلت ناس كانت تابعة النظام السابق كانت يعني تتواصل مع بعض أخرين هنا في تونس وناس معناها متغلغلة في وسط هياكل الدولة بش تحب تعمل البلبلة بش تحب تبث معناها للثيرابات في البلاد بش تعمل ونحن شفنا في ديسمبر 2017 كيفاش تحركات معناها في كامل تراب الجمهورية يعني لبث البلبلة والتظاهرات والمظاهرات يعني واكلا الاعتسامات وكل معناها تحذير للـ 14 جامفي للذكرى الثورة في 2018 واللي هي معناها مبرمجين أنه يحبوا معناها للانقلاب على الشرعية وما إلى ذلك